و بهذا يتبين لنا أن المتعة حقيقتها جمع بين عملين و بينهما تحلل و التحلل هو أن يعود الإنسان حلالا كما كان قبل إحرامه فيباح له كل ما كان محرما عليه قبل أن يدخل في النسك و المتعة رخص الله تعالى فيها للمسلمين أن يجمعوا بين نسكين في سفر واحد و يتمتعوا بما أحل الله تعالى لهم من المباحات كل هذا من التسير الذي يسره الله تعالى على الحجج